بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الرابع الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر أحمد محروس إن شاء الله هنشرح الدرس الثالث والدرس الرابع من منهج اللغة الإنجليزية الترم الثاني من كتاب جام تعالوا كده نشوف كلمات الدرس الثالث هنا عندي كحك طبعا اللي هو الكحك كحك هو هو غروب الشمس مسجد كلمات إضافية احتفال أو عيد أمريكي مسلم ينفع قولها مسلم وينفع قولها موزلم ينفع اس وينفع زي معنى مختلف مقصرات نت احتفال مقالة معلومات شهر رمضان 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 لذيذ دليشوس دليشوس مقبز بيكري بيكري عيد الفصح الكبتي كوبتك 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 بيكري طبعا هنا فصت فرب وليس تناوم طبعا هنا فرب بمعنى يصوم وليس تسريع الفرس أفعال غير منتزمة teach taught think thought say said drink drank can could نجي بعد كده والتعبيرات اسلامك منث الشهر الهجري ينفع قول إسلامك وينفع قول إسلامك الاثنين صح dead will يعني قد دليدا spend time يقضي وقتا think about يفكر بي do better يؤدي بشكل أفضل أوكي تعالوا كده نشوف الدرس الثالث بيكلم عن إي تمام هنا بيقول I can find it out هنكتشف إي people in other countries mainly celebrate إيد الفتر by spending time exchanging gifts and visiting friends and family يحتفل الناس في البلدان الأخرى بعيد الفتر بشكل أساسي من خلال قضاء الوقت في تبادل الهدايا وزيارة الأصدقاء والعائلة eating sweets is also a common way of celebrating إيد الفتر تناول الحلويات أيضا طريقة شائعة للاحتفال بعيد الفتر أوكي هنا بيقول the names of days months and holidays are proper nouns so you should capitalize them أسماء الأيام والأشهر والأعياد هي أسماء عالم لذا يجب أن تكتبها بأحرف كبيرة يعني أول حرف حرف كبير حرف كبير إيد الفتر أوكي لأن العيد للمسلمين شوال شهر هجري رمضان شهر هجري لا يمكن تنكمة بعض الكلمات العربية إلى اللغة الإنجليزية some Arabic words can't be translated into English they are pronounced and written the same there in Arabic يتم نطقها وكتابتها بنفس طريقة نطقها باللغة العربية زي إيه؟ إيد الفتر هو هو عيد الفتر رمضان شهر رمضان شوال شهر شوال كحك الكحك إيد مبارك عيد مبارك شام النسيم شام النسيم أوكي؟ ننتقل بعد ذلك ودرس الكراءة هنا بيتكلم عن عيد الفتر إيد الفتر in Egypt عيد الفتر في مصر إيد الفتر is a Muslim festival يعني احتفال إسلامي The month before Eid is called Ramadan الشهر الذي يسبق العيد يسمى رمضان إن رمضان وفي شهر رمضان Many Muslims fast during the day يصوم الكثير من المسلمين نهارا This means they don't eat or drink until sunset وهذا يعني أنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى غروب الشمس In the month of Ramadan People think about the past year وفي شهر رمضان يفكر الناس في العام الماضي They think about the things they did well and the things they want to do better يفكرون في الأشياء التي قاموا بها بشكل جيد وأيضا يفكرون في الأشياء التي يريدون القيام بها بشكل أفضل It is also a time to help other people وأيضا إنه وقت لمساعدة الناس الآخرين When is Eid الفتر هنا when متى بسأل بها عن الوقت أو الزمن متى يكون عيد الفتر Eid الفتر بيجي إمتى That's a very good question هذا سؤال جيد It's different every year كل عام بيكون مختلف ملوش معاد محدد أو ثابت It happens in the first day of the tenth Islamic month called شوال يعني عيد الفتر ده بيوافق أول يوم في الشهر العاشر الإسلامي اللي هو شهر شوال The month starts when people see the new moon ويبدأ الشهر عندما يرى الناس الهلال الجديد Lots of kachk الكثير من الكحك Kachk are delicious cookies الكحك طبعا حلوة أو هنا cookies بس كويت لذيذ People eat kachk to celebrate يأكل الناس الكحك للاحتفال They have nuts, sugar and honey in them الكحك بيكون فيه مقصرات وسكر وعسل بداخله Many families make kachk الكثير من العائلات يقومون بعمل الكحك But you can buy them from a bakery too ويمكنك أيضا شراءه من المخبز Eid Mubarak Eid is a time of celebration and for being happy العيد وقت الاحتفال وكونك سعيدا People say Eid Mubarak to their friendless يقول الناس Eid Mubarak لأصدقائهم People go to the mosque and spend time with their families ويذهب الناس إلى المسجد ويقضون الوقت مع عائلتهم They eat delicious food and celebrate يأكلون طعاما لذيذا ويحتفلون أوكي تحت هنا بيسألني What is Eid الفتر؟ إيه هو عيد الفتر ده؟ Eid الفتر is a Muslim festival يعني هو احتفال أو عيد إسلامي Number two What do people eat in Eid الفتر to celebrate؟ الناس في عيد الفتر بيأكلوا إيه لكي يحتفلوا؟ People eat kachk to celebrate يأكلون الكحك للاحتفال ننتقل بعد كده وجزئة writing الكتابة هنا بيقول لي Writing about a festival الكتابة عن festival بمعنى مهرجان أو عيد أو احتفال هنا بيتكلم عن شام النسيم شام النسيم is Egypt's oldest festival It comes the day after Coptic Easter يعني شام النسيم ده ده عيد أو احتفال إسائي احتفال مصري قديم تمام وهنا طبعا بيأتي بعد عيد الفصح Okay When is it شام النسيم ده إمتى It comes the day after Coptic Easter يأتي في اليوم التالي لعيد الفصح الكبتي What do people do؟ الناس بتعمل إيه؟ They go to parks and gardens with their families يذهبون إلى الحضائق والمنتزهات مع عائلتهم What do people eat؟ ماذا يأكل الناس في شام النسيم؟ They eat salted fish, onions and also colored eggs يأكلون السمك المملح والبصل والبيض الملوم Why do you like it؟ لماذا تحبه؟ I like sham النسيم because I always have becknicks with my family and we have a great time together أنا أحب شام النسيم لأنني دائما طبعا هنا بيكوز لأنه بيجوارها السبب دائما ما أقوم بالتنزه مع عائلتي ونقضي وقتا ممتعا معا Okay ننزل تحت هنا بيقول لي شام النسيم is Egypt's oldest festival يعني هو احتفال مصري قديم It comes the day after Coptic Easter يأتي في اليوم التالي لعيد الفصح Children go to parks and play يذهب الأطفال إلى المنتزهات والحضائق ويلعبون People go to gardens with their families ويذهب الناس مع عائلتهم في الحضائق They eat salted fish, onions and also colored eggs يأكلون السمك المملح والبصل والبيض الملوم I like sham النسيم because I always have becknicks with my family And we have a great time together أنا أحب شام النسيم لأنني دائما بقضي الوقت أو التنزه مع عائلتي ونستمتع بوقتنا معا نيجي بعد كده والتدريبات الموجودة على الدرس الثالث Read and complete هنقرأ النص ده ونكمله بالكلمات الموجودة فوق Salted, Mimlach, Fresh, Tossel, Comze, Yati, Parks, Hathak Sham النسيم is my favorite Egyptian festival Sham النسيم هو احتفالي المصري المفضل It's space, مسافة the day after Coptic Easter عايز أقول إنه يأتي بعد يوم عيد الفصح It comes, okay People usually go to the space with their families to celebrate الناس بيروحوا فين كده مع العائلة لكي يحتافلوا بشام النسيم طبعا بيروحوا باركس الحضائق They eat, يأكلون space fish عايز أقول سمك مملح Salted fish Okay And the colored eggs والبيض الملون People always have big necks with their families and have a great time together in شام النسيم ودائما ما يستمتع العائلات معا بوقت لطيف أو وقت جميل في الحضائق في شام النسيم Number two The month before Eid الشهر الذي يسبق العيد اسمه E Is called Ramadan شهر رمضان When is Eid الفتر متى يكون عيد الفتر When متى بسأل بها عن الوقت ايد الفتر امتى It is on the first day of the tenth Islamic month شوال أو اليوم في الشهر العاشر الإسلامي أو الهجري شوال Number three كحك are delicious cookies الكحك بس كويت أو هنا كوكيز كحك لزيز We use nuts من استخدم المكسرات Sugar السكر and honey والعسل to make كحك لصنع الكحك Number four People say Eid Mubarak to their friend يقول الناس عيد مبارك لأصدقائهم امتى In Eid الفتر في Eid الفتر Number three هنا عايز بارغراف How I celebrate شام النسيم كيف أحتفل بشام النسيم In شام النسيم في شام النسيم I go to parks with my family أذهب إلى الحضائق مع عائلتي I play and we eat salted fish onions and colored eggs بلعب ونتناول السمك المملح والبصل والبيض الملون We have a great time نقضي وقت عظيم وقت رائع نيجي بعد كده page 68 صفحة 68 number one سؤال listening نسمع النص مع بعض Eid الفتر Eid الفتر is my favorite festival It comes on the first day of the tenth Islamic month called Shavu'al I like eating kahq to celebrate Eid الفتر Kahq are delicious cookies with nuts, sugar and honey in them We say Eid Mubarak to celebrate Eid الفتر number one Eid الفتر comes the day after Coptic Easter falls طبعا هنا شام النصيم اللي هو بييجي في اليوم بعد عيد الفصح number two شوال is an Islamic month شوال ده شهر إسلامي true طبعا شوال من الشهور الهجرية كحك are cakes that have nuts and honey in them هو الكحك ده كيكة طبعا false it's cookies people say Eid Mubarak to celebrate Eid الفتر true نجي بعد كده نقرأ الكطعة ونحل عليها last weekend في عطلة نهاية الأسبوع الماضي we visited my grandparents in a village near Luxor كمنا بزيارة الدادي في قرية بالقرب من الأكسر we went to celebrate Eid الفتر ذهبنا للاحتفال بعيد الفتر we went to the mosque to pray and say Eid Mubarak to our friends ذهبنا إلى الموسك طبعا الموسك اللي هو المسجد pray بمعنى يصلي لكي نصلي ونقول عيد مبارك للأصدقاء grandma made delicious كحك with nuts والجدة صنعت أو أعدت كحك لذيذ بالمكسرات كحك are cookies that have nuts sugar and honey in them وطبعا الكحك ده بيكون فيه nuts المكسرات والسكر والعسل بداخله we ate a lot of kakh and drank orange juice أكلنا العديد من الكحك وشربنا عصير بورتقال we met our family طبعا هنا met التصريف الثاني من الفعل meet قابل فعن غير منتظم قابلنا عائلتنا and friends واصدقاؤنا and celebrated together واحتفلنا سويا it was a nice weekend كانت عطلة نهاية أسبوع رائعة number one we visited my grandparents in a near luxor هم الأجداد كانوا عاشين في سيتي مدينة village korea town مدينة صغيرة mountain قبل طبعا الأجداد كانوا عاشين في village في القرية number two kakhk are that have sugar and honey in them هو الكحك ده cake cakes kaka cupcakes لول cup cake cookies kak sweets sweets حلوة طبعا kakhk are cookies اللي هو kakh okay number three where did they pray where أين بسأل بيها عن المكان هم صلوا فين طبعا هم صلوا في المسجد they prayed at the mosque يعني صلوا في المسجد وطبعا عندي هنا الفعل pray هنا فعل منتظم منتاب حرف y قبل حرف ساكن فال y طبقه كما هي ويضاف إليها ed okay number four what do muslims say in iid الفتر ومن المسلمين بيقولوا ايه في عيد الفتر طبعا they say iid mubarak يقولون عيد مبارك يبا هنا iid mubarak number four okay ننزل بعد كده ويسؤال البنك اول حرف بداية الجملة حرف كابتل حرف كبير الاس g وطبعا هنا جملة خبرية في الاخر fall stop okay ننتقل بعد ذلك وليسون فور الدرس الرابع a funny story كصة مضحقة okay vocabulary الكلمات هدايا presence presence روسة bride bride عريس groom groom حفلة سفاف wedding wedding لافتة sign وهنا ال g silent لا تنطق sign sign extra vocabulary الكلمات الإضافية مضحق funny funny فندق hotel hotel ودود friendly friendly خطأ wrong wrong زاوية corner 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 متفاجئ surprised surprise حفلة party party زوجة wife wife سهم arrow arrow نيجي بعد كده regular verbs الأفعال المنتظمة try tried talk talked okay regular verbs الأفعال غير المنتظمة are where sit sat do does did go went okay نيجي بعد كده كوي التعبيرات get married بمعنى يتزوج get married get married يدخل إلى come into come into يرتكب خطأ make a mistake make a mistake يخرج من walk out walk out okay هنا أخلي بالك إن في كلمة neighbor الـ g silent لا تنطق okay وحارف g لا ينطق silent okay وهنا عندي البادئة prefix تعطي عكس المعنى أو معنى سلبي mistake بمعنى خطأ mistake بمعنى خطأ to do something wrong يعني تفعل شيء خاطئ تعالوا نشوف the wrong party الحفل الزفاف أو حفل الزفاف الخطأ the beginning البداية our neighbor Amir got married last weekend جرنا أمير تزوج في نهاية عطلة الأسبوع الماضي mom and dad went to the party ذهب أبي وأمي إلى الحفلة well حسنا they tried to go to the party but they made a mistake حاولوا الذهاب إلى الحفل ولكن ارتكبوا خطأ تعالوا نشوف هم عملوا the middle في منتصف القطعة القصة the party was at a big hotel الحفلة كانت في فندق كبير mom and dad walked into the hotel الأم والأب ماشوا في الفندق they saw tables with nice cakes fruits salads and glasses of juice رأوا ترابيزات بها العديد من هنا nice cakes يعني كيكة جميلة fruits خيافاكها salads and glasses of juice وهنا أكواب من العصير من العصير in the corner of the room where the presents for أمير and his wife وفي رقن الغرفة كان يوجد الهدايا لأمير وزوجته big boxes and little boxes هنا صندوق كبيرة وصندوق صغيرة my parents didn't see أمير but everyone at the party was very kind and friendly والداي لم يروا أمير ولكن كل شخص في الحفلة كان ودود وعطوف they sat at a table and talked to people جالسوا على الترابيزة وتحدثوا مع الناس they listened to the music واستمعوا إلى الموسيقى then the bride and groom came into the room ثم بعد ذلك دخل العريس والعروسة إلى الغرفة my parents were very surprised والداي كانوا مندهشين the groom wasn't a mirror they were at the wrong wedding العريس لم يكن أمير طبعا كانوا في wrong wedding الزفاف أو حفل الزفاف الخاطر the end في النهاية they walked out of the room and saw a big sign with an arrow أمير and نقوى's wedding طلعوا كده من الغرفة وهم مشين شافوا لافتة كبيرة مكتوب عليها على السهم كده حفل زفاف أمير ونقوى they went to the next room and they saw أمير and نقوى وراحوا إلى الغرفة التالية ورأوا أمير ونقوى so they went to two weddings in one day ذهبوا إلى حفلين زفاف في يوم واحد أوكي ننزل تحت كده where did mom and dad go أين ذهب الأم والأب they went to أمير's wedding ذهبوا إلى حفل زفاف أمير number two why were your parents surprised لماذا كان والدك مندهشين because the groom wasn't أمير لأن العريس لم يكن أمير and the bride wasn't نقوى والعروسة لم تكن نقوى منيجي بعد كده جزء الفونيكس وعندي هنا نطق حرف S حرف S دي لها ثلاث ثلاث طرق للنطق يعني يعني ايه الكلام ده تنطق حرف S لو آخر حرف هنا لم يحدث اهتزازا في الأحبال أو الصوتية بص معا كده اقرأ كده كيك اقرأ الوحدة من جال S عايز نحط كده ايدينا على الزور وإحنا بنتكلم هل هنا حدث اهتزاز في الأحبال الصوتية لا لم يحدث اهتزاز فروت 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 أوكي هنعايزين الأول نقرأ الكلمات من غير ال S يعني هدية المس كده زورك قول في اهتزاز هنا طبعا مفيش اهتزاز حصل في الأحبال الصوتية يبقى أنا لما اجي اضيف ال S يبقى نطق S اوكي لم يحدث اهتزاز يبقى بيرانس اوكي بك بك بوكس بوكس اوكي هات هات لم يحدث اهتزاز ايدي كده على زوري وأنا بتكلم تمام يبقى هات طبعا هنا ال E ما جيك يبقى انا بحط ايدي كده على زوري من غير ما اضيف ال S لو اخر صوت حضر فيه اهتزاز تنطق Z تمام مفيش اهتزاز تنطق S اوكي تعالوا كده نشوف بقى امتى تنطق Z اوكي هنا بص على طاولات اللي هي التربيزات تمام عايز تربيزة واحدة ونحط ايدينا كده على زورنا احنا منقول من غير ال S هتلاقي فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية يبقى لما ايجا حط لها ال S يبقى صلطة صلد صلد فيه اهتزاز المزورك فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية يبقى صلد صلد وكي فيه اهتزاز في الاحبال الصوتية وإحنا بنقرأ الكلمة كده نحط ايدينا على الزور لو حصل اهتزاز في الاحبال الصوتية يبقى S تنطق Z وكي لم يحدث اهتزاز في الاحبال الصوتية تنطق Z باكس باكس كيكس اوكي طيب نيجي بعد كده بقى هنا هتنطق Z زي كده لو اي اس اوكي باكس از از اوكي طبعا هنا لو انتهت بقى احد النهايات اللي احنا كنا منضفها للأسماء لما نجي نجمحها لما نضاف اللي هي اي اس اوكي اللي هي عندي طبعا اكس اس اس سي اتش اس اتش واس اوكي هاوسز هاوسز ديشز ديشز اوكي يبقى انا عندي تاني لو انا بكرأ الكلمة بحط ايدي كده على زوري لو حصل اهتزاز في الاحبال الصوتية تنطق تمام لم يحدث اهتزاز تنطق منتهية باحد النهايات الاتية تنطق از اوكي نيجي بعد كده درس اوكي العداد الصحيحة طبعا تمام يعني يوجد كيكة واحدة تمام العداد الصحيحة هي مجموعة الارقام بداية من الصفر نيجي بعد كده اللي هو الكسر الكسر طبعا بيكون جزء من عدد صحيح تمام يمثل القيمة في شكل الف على به يعني بسطة على المقام وهنا طبعا يعني نصف الكيكة واحد على اثنين ننزل بعد كده هنا الرقم العشري طبعا هنا الرقم العشري جزء من عدد صحيح وتحتوي الكسور العشرية على نقطة بينهما تسمى النقطة العشرية هنا طبعا تمنطها ازاي 0.5 هنا طبعا نصف وهي واحد على اثنين اهاف 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 هنا بيقول لي ان الكسور والارقام العشرية طريقتان لتمثيل نفس العدد اهول يعني العدد باكمله واحد على اثنين اكوال واحد صحيح هنا هنا ثرد الثلث هنا نصف هاف اوكي هنا فورث افورث الربع ثري فورث اللي هو ثلاث اربع اوكي 0.25 هنا بيقول لي نمبر ون انوصل الاعداد الصحيح دي مجموعة الاعداد الطبيعية اللي تبدأ من الصفر ايه هو الكسر يعني جزء من العدد الصحيح يعني بيمثل القيمة طبعا هنا باسط على المقام في الكسر اوكي نيجي بعد كده وايه التدريبات على الدرس الرابع نمبر ون هنقرأ القطعة ونكملها بالكلمات الموجودة فوق عندي كيك كيكة بريزينس هدايا لسند استمع هوتل الفندق سالما صديقات المفضلة طبعا حفل ايد ملا حفل زفافها كان يوم 3 ابريل حفل الزفاف كان في بيج ايه اكيد طبعا فندق يبع بيج هوتل في فندق كبير اي مت كل اصدقائي هناك ويسبيس تو ذا ويدن سون وان سيبرات او اعطناها اعطناها ايه كده وتمنينا لها الحظ الوفير او حياة سعيدة في حياتها الجديدة ايبا اكيد هنعطيها بريزينس اللي هي هدايا ننزل بعد كده نمبر 2 وسؤال التوصيل نمبر 1 والدائي كانوا مندهشين ليه السبب العريس لم يكن امير نفس النوت طبعا في كلمة watches نمبر 3 اين كان حفل الزفاف كان في فندق كبير نمبر 4 هو الكاس ردائي يعني جزء من العدد الصحيح ننزل بعد كده نمبر 3 وسؤال الترتيب نمبر 1 حفل الزفاف كان في فندق كبير نمبر 2 كانت الهدايا في صندق صغيرة نمبر 3 يعني من كان في حفل الزفاف نحن بعد كده ويتدربات بيج 76 صفحة 76 نمبر 1 سؤال الليسنين نسمع الليسنين مع بعض مام ودائي وانتوا إلى داليا's wedding لذلك المنطقة 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 كان في مدينة حتل عند مام ودائي وانتوا إلى المنطقة كان هناك مجموعة مع مجموعة مجموعة في المنطقة هناك الكثير من المنطقة ومجمات 2 they had a nice time نيجي كده نمبر 1 داليا's wedding was on Friday حفل الزفاف داليا كان يوم الجمعة خطأ كان يوم الاثنين Monday the wedding party was at a big hotel الحفل كان في فندق كبير true نمبر 3 there weren't any foods or drinks at the wedding فالس معنا خطأ نمبر 4 mom and dad had a nice time true نيجي بعد كده نمبر 2 نقرأ الكطعة ونحل عليها I am Hannah أنا اسمي Hannah I went to my uncle's wedding with my family ذهبت إلى حفل زفاف عمي مع عائلتي the party was in a big garden الحفل كان في حديقة كبيرة there was a big sign with the groom and bride's names كان يوجد لفتا كبيرة باسم العريس والعروسة we sat at a table with our grandparents and listened to music جلسنا في التربيزة مع أجدادنا وسمعنا أو استمعنا إلى الموسيقى in the corner of the room وفي هنا طبعا corner of the room وفي زاوية الغرفة there were presents for my uncle and his wife كانت توجد هدايا لعمي وزوجته big boxes and little boxes صندوق كبيرة وصغيرة when the bride and groom came into the garden وعندما وصل العريس والعروسة إلى الحديقة everyone was surprised because they looked amazing الجميع كانوا مندهشين لأنهم بدوا رائعين هنا went to her wedding ذهبت إلى حفلة الزفاف من aunts عمتها أو خالتها uncles العمة أو الخال sisters الأخت friends صادقتها أو صادقها طبعا ذهبت هنا هنا قال لي uncles wedding يبقى عنده هنا uncles there was a big with the grooms and bride's names كان فيه كده باسم العريس أو باسماء العريس والعروسة عندي صين اللي هي لافتة ok number three what was there on the corner ماذا كان يوجد في الزاوية there were presents for my uncle and his wife big boxes and little boxes ok يبقى هنا ايجاب السؤال الثالث number four why was everyone surprised لماذا كان الجميع مندهش everyone was surprised because they looked amazing لأنهم بدوا رائعين number four ok ننزل بعد كده بسؤال البنكتويشن أول حرف بداية الجملة هو معمول حرف كابتل حرف كبير عند هنا O بتاعت عمر اسم شخص apostrophe S الملكية اللي هو حفلة زفاء في عمر البن O وهنا وي ال apostrophe S كده نكون انتهينا من شرح وحل تدريبات الدرس الثالث والرابع انتظروني ان شاء الله والفيديو القادم ونستكمل باقي المنهج see you next time good bye good bye